يرفض خبراء قانونيون محاولات تبسيط إجراءات مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بحجة عدم تناوله لأحكام سن الزواج والحضانة والطلاق والإرث والوصية مطالبين بدراسة واقعية لضوابط الأمن المجتمعية وفي الصياق تحدث النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني عن امتعاض كبير من الشعب العراقي إزاء محاولات تعديل الأحوال الشخصية ملمحا إلى معارضة داخل القوى الشيعية للاستعجال بالتعديل وأكد أن تعديل الأحوال الشخصية بحاجة إلى ورشة تضم جميع الأطراف فهو لجميع العراقيين وليس لطرف واحد كما يجب أن يكون هناك توافق عراقي حول التعديل وأن تكون التعديلات واضحة ولا تحتمل التأويل